رفض وزير المالية الأسواق علي عبد الأمير علاوي التهمة الموجهة ضده والخاصة بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية وقال علاوي في بيانة صدرت بحق سلسلة من الأوامر القضائية بما في ذلك حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وأمر القاء قبض وتحري وقال أنه أصدر أمراً وزارياً لمدير عام هيئة الضرائب يمنعه من إصدار أي استرداد ضريبي من حساب الأمانات دون موافقة مكتب الوزيرة واتضح بعد ذلك أن مدير عام هيئة الضرائب لم يلتزم بالتوجيه الوزري ولو تم تطبيق هذه الأوامر لما حدثت الغالبية العظمى من السرقة وتابع أنه بعد ترك المنصب اتصل بهيئة النزاهة لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أثارها في بيان الاستقالة لكنه لم يحصل على إجابة رسمية منهم وأضاف علاوي أنه كانت هناك أخطاء جاسيمة في عملية التحقيق أو أنه كبشة فداء بتهمة بريء منها تماماً غيرتها التستر على السراق الحقيقيين مشيراً إلى أنه في هذه الظروف سيكون من الصعب رؤية كيف يمكن أن تتوافر شروط المحاكمة العادلة في العراق وأن نطاق وحجم تعقيد سرقة القرن وأبعادها السياسية يجعل من الضرورية النظر في تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الأمر